بعدين النهار ده يعني طلعت بهديتين وجودك معنا والكتاب الجديد الأخوان من السلطة إلى الانقسام أزمة تنظيم أم تنظيم أزمة بمعنى بيخلق الأزمات هل تنظيم في أزمة ولا هو صالع الأزمة حلو أم تنظيم أزمة قبل ما أخش على العنوان الفرعي بتاع الكتاب ده تعال نشوف بريزنتيشن أو دراسة مبدئية أو شرح هيكلي لجماعة الإخوان أعده الأستاذ ماهر بنفسه نحو فهم محركي للإسلام السياسي هيكل تنظيم الإخوان العالمي لهذا السبب لبست النظارة المكتب الإداري مصر وصورة إبراهيم مونير مضلمة في الشناهة نحن شقول منورة إكراقة إبراهيم مونير والهيكل تحت إبراهيم مونير عمل إزاي طيب خليني في الأول أشرح للسادة المشاهدين إن الجماعة في تحاولات دائمة وإحنا دلوقتي قدام ثلاث حياكل أو ثلاث مجموعات لجماعة الإخوان المسلمين حاليا الحالة اللي هي إحنا ظهرة قدامنا طيب والحالة دي هي من صناعاتهم أو هي مش من صناعاتهم هي كده حيث الانقسام كده دي لها تحليل ولها رؤية ممكن ولا فاخر الحالة لكن إحنا قدام مجموعة إبراهيم مونير هي المجموعة الأكثر مالاً اللي لها ارتباطات بالتنظيم الدولي أكثر موجودة في لندن مكتبها يعني أفرادها أكثر خبرة والمجموعة اللي موجود مكتبها في إسطنبول في تركيا وبدأوا ينقلوا إلى ماليزيا وإلى اندونيسيا وإلى أرض الصومال إلى جنوب أفريقيا إلى أمريكا الجنوبية محمود حسين والمجموعة اللي معاه وعندنا مجموعة الثالثة اللي بيسموها يطلقوا عليها مجموعة المكتب العام ودي المجموعة اللي أنا شايفة الأخطر القطبية اللي هي قاعدة كده في صمت وفي حالة هدوء عشان تقفز على سلطة الجماعة وتسيطر مكتب العامل زي رضا فاهمي مجد الشلش المجموعة اللي هي بتاعت حسم والواء الصورة وعلي بطيخ وهذه المجموعة بنت قدامك تلت مجموعات والشباب هنا بيتوزعوا على التلت مجموعة دي فبتروح لمين السلطة هم في صراع شديد جدا واحد صراع على جسد التنظيم من يقود هذا الجسد المسجأ المنهك بفعل الضربات الأمنية طيب ليه هو منقسم هذا الجسد واحد صراع على الليحة دي تحت الحجج دي الليحة بتاعت لحظتها البنة مستمرة طول الوقت فهو النهاردة الليحة دي وتنفع بعد غياب المرشد اللي في السجن ولا غياب الشاطر ولا الناس دي مين يقود الجماعة؟ ينفع عن إبراهيم مونير اللي هو مش عضو مكتب الرشاد يقود الجماعة الجماعة ده محمود حسين هو عضو مكتب الرشاد فازاي ما يقودش؟ طب في حاجة اسمها أمانة عامة للجماعة زاي نلغي الأمانة العامة للجماعة؟ صراع على الليحة كل واحد بيطلع ببنود ويستند لها على أساس يمسك السلطة ما هو الأساس هو هنا بيستهدف إن هو يسيطر على الجماعة طب هو ليه حريص على ده؟ خلي باتلي شقين الشق الأول فيه تصورات في دماغه إن يقود الجماعة ده مقدس وكده الله أيوه الله تفكر إنه هو في الجنازة بتاعت المرشدين السابقين ومأمون الهضيب وبيحط المرشدين في مقابر خاصة بيهم كدسية كبيرة جدا إن أنا في مكتب الرشاد حاجة وصلت للمرتبة عند ربنا كبيرة بدي واحدة اتنين فبيتصروا على المكانة دي اتنين الصراع على مواطن النفوذ والمال إنت بتتكلم في مال يا جماعة مش مال عادي مش مال عادي لا ده شركات وفشور وأموال وابنوك وقصص وفلوس رحة وفلوس جاية وشغل من تحت الترابيزة ده بسام أمير بسام ده طلع في فيديو في تسجيل صوتي بيتحدث عن عربية بيهم دابلي وجبة محمود حسين لبنو وشوقة جايبينها في لندن وقصص كبيرة جدا على لندن اسألني طيب أنا روحت بيت أنس التكريتي سيباً طبعاً مكتب بتالي إبراهيم مونير أنا روحت بيت أنس التكريتي علشان أنا مش أقولك صحفي شاطر أنا أمين فأنا رايح كنت علشان ده أعمل فيلم وسائقي على بيزنس الجماعة في لندن في لندن بس والله العظيم أنا تخضيت فروحت لأنس علشان عاوز تطلع تقول ردك في الفيلم ولا لأ غير إنو كان جوا ورفض أنا شفت عربيات أنا أحب العربات قوي بتاع جماعة قرطبة في لندن رجل عضو في المكتب الإرشاد العالمي للتنظيم العالمي الدولي لإخوان المسلمين رجل من الكبار قوي الكبار اللي هما بيحركوا التنظيم الدولي أنا ستكريتي الشخصية مش سهلة ووارث أبو برضو كمان يا طبعاً طبعاً هتلاقي عندك في القايمة الموجودة في قادة الجماعة